تجددت اليوم مسيرات البدون في منطقة تيماء بمناسبة عيد العمال حيث تجمعوا في احدى الساحات الترابية بشكل سلمي مطالبين بحق المواطنة والحقوق الاجتماعية والانسانية وانتهت دون تدخل رجال الامن وقد تواجدت القوات الامنية بشكل مكثف قبل موعد انطلاق المسيرة التي تداعى اليها مجموعة من البدون عبر مواقع التواصل الاجتماعي وانطلق المشاركون في مسيرة الى شارع النجاشي رافعين على ملكويت ومرددين الاناشيد الوطنية واستمروا في المسيرة قرابة الساعة قبل ان يعلنوا عن انتهائها